شكراً سيد الرئيس سيد الرئيس الالتفاتة أبوية من مجلس النواب لدار رعاية الأيتام في صليخ دار رعاية الأيتام اللي هو دار براعم الأيتام في صليخ عددهم 75 يتيم هؤلاء الأيتام للأسف قسم منعتهم لا توجد لديهم الجنسية العراقية وقسم آخر من يصل عمره إلى سنة منطعة سنة يخرج إلى الشارع ليس لديه أبوين وليس لديه وظيفة قسم منعتهم طبعاً خريجين يكمل دراسته عن البارحة كنت في زيارة إلهم يعني يخريج إعلام يطلع للشارع ما يلقال لا وظيفة ولا أبوين ولا سكن فنرجو من الوزراء ومن مجلس النواب أن هؤلاء يكون إلهم وظيفة من يصل عمره إلى سنة 18 وتكون له قطعة أرض فمو ذنبهم أنه هم أيتام هذا من جانب من جانب آخر نرجو من لجنة الخدمات أن تنظر إلى مشروع قناة الجيش يعني مشروع قناة الجيش طاردش كم سنة باقي هو عبارة عن صحراء ونخيل يابسة وهذا يخدم بالذات أهالي مدينة الصدر فنرجو الاهتمام من قبل لجنة الخدمات بهذا المشروع أما إلغاء أو إعادة تفعيله وشكرا جزيلا سيد الرئيس شكرا